ده فيديو بارتو 2 بناء على طلب كتير منكم واللي هشرح لكم في طريقة استخدام برنامج ذكاء استناعي لنسخ النصوص الصوتية على هيئة نصوص مكتوبة للعمل على موقع سكرايبي واللي ما شفش الجزء الأول في موقع سكرايبي بيتفعلك فلوس حوالي من 5 إلى 25 دولار في الساعة مقابل إنه بيديك مقاطع صوتية بالإنجليزي مدتها 6 دقايق أو أقل تنسخ الكلام اللي فيها لنصوص مكتوبة على هيئة مقالات أو حوارات تقدر تشوف الجزء الأول اللي شرحت فيه الموقع ده والطريقة دي مش هطول عليكم وهنيجي على موقع اسمه VB Audio البرنامج اللي هتحمله من الموقع ده بيسحب الصوت من الصوت واللي بيسحب الصوت من المقطع الصوت اللي انت مشغله أو الفيديو بدون ما الصوت ده يعدي على ال faultsんです يعني البرنامج ده بيسحب الصوت من المقطع الصوتي اللي انت مشغله بدون ما يعدي على السبيكر من السفت وير على طول والذلك نسبة الخطأ في ضئيلة جدا لإنه بياخدوا الصوت من السفت وير مش من المايكروفون أو من السبيكر ومن فوق من هنا هنيجي على audio apps ومن هنا هتحمل الاصدار المناسب لجهازك سواء ان كنت ويندوز او ماكبوك وهيتحمل معاك على طول لان مساحته صغيرة جدا هيتحمل معاك بشكل مضغوط هتفك الضغطة عنه وتفتح الفولدر هتيجي على الفايل اللي اسمه vb-cable-setup-64 وتعمله run as administrator او بتغيلك مسؤول هيفتحلك بالشكل ده هتعمل install driver هينزل معاك في سواني زي ما تشاير وبعد ما البرنامج ينزل هتيجي على الايكم بتاعت الساوند دي بتعمل click key main تضغط على sound هيفتحلك بالشكل ده ومن خيار playback هتضغط عليه وتيجي على cable input تضغط عليه هتعمل لها set as default او تعينك افتراضي وبعدين خيار recording تضغط عليه وتيجي على cable output تضغط عليه تعمل set as default او تعينك افتراضي وبعدين اوكي كده انت خليت البرنامج ياخد الاصوات اللي جاي من جهازك من السوفتوير على طول والخطوة التانية من متصفح chrome حصرا هتيجي على خيار google documents او مستندات google هيفتحلك صفحة بالشكل ده وهتيجي من هنا تعمل انشاء مستند جديد او create a new document هيفتحلك sheet بالشكل ده ومن فوق هتيجي على ادوات او tools لو انت بالانجليزي تختار الكتابة بالصوت ومن السهمة ده تختار اللغة اللي موجودة في مقطع الصوت واللي البرنامج هيكتبها واللي هي الانجليزي طبعا هنختار مثلا الانجليزي US ودلوقتي هنعمل تجربة ونروح لفيديو عشوائي على اليوتيوب فيه كلام بالانجليزي ونجربه ونشوف البرنامج هيشتغل معه لازل وبعد ما شغلنا مقطع الصوت او مقطع الفيديو اللي في الكلام اللي احنا عايزين نكتبه هنيجي هنا على خيار start talking او start recording وهنلاقي البرنامج بيكتب كل كلمة بيسمعها في الفيديو ده او مقطع الصوت ده وزي ما انتو شايفين البرنامج لسه بيكتب لحد دلوقتي وانت مشغل الطريقة دي مش هتسمع صوت الفيديو لان الصوت متاخد من السوفتوير بشكل مباشر بس حتى مع الطريقة دي لازم يبقى عندك مهارات في الانجليزي لان في الاول في الاخر ده برنامج زكاء اصطناعي وممكن يرلاط وانت بدورك لازم تراجع الشغل ده وتكتشف الخطأ وتصلحه